أعلنت هيئة البحرين للسياحة والمعارض عن إطلاق هوية المبتكرة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد في منطقة الصخير والمرتقى بافتتاحه قبل نهاية العام الجاري وأكد سعادة السيد زايد بن راشد الزياني وزير الصناعة وتجارة والسياحة رئيس مجلس إدارة هيئة البحرين للسياحة إن إطلاق الهوية المبتكرة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات في منطقة الصخير يشكل عنصر رئيسي لإبراز أهمية هذا المركز على المستوى الإقليمي والعالمي هوية جديدة ومبتكرة لمركز البحرين الدولي للمعارض والمؤتمرات الجديد تبرز أهمية هذا المركز الأكبر والأحدث من نوعه على مستوى المنطقة هذه الهوية استوحيناها من التراث البحريني من ألوان البحرين من ألوان المنطقة اللي بني فيها المركز الهدف من ذي المركز إنه يكون مركز عالمي لجذب سياحة المؤتمرات والمعارض والفعاليات الدولية لذلك ننشأ مركز يفوق المركز الحالي تقريباً عشر ضعاف ويضم فيه مركز أيضاً للمؤتمرات بقاعة التسع إلى أربعة آلاف شخص وجميع المرافق اللي نحتاجها لعقد هذه الفعاليات العالمية افتتاح المركز سيشكل ركيزة الأساسية لتعزيز مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة للمعارض والفعاليات والأعمال وجذب الاستثمارات والفعاليات السياحية المستقبلية إلى المنطقة إن شاء الله نأمل من هذا المركز أن يكون نقلة نوعية وإضافة جديدة في البنية التحتية لتقوية الاقتصاد البحريني وتوفير المنتجات التي تستقطب الاستثمار والمؤتمرات والاجتماعات في مملكة البحرين هوية المركز تستلهم ألوان عالم مملكة البحرين النابض بالحياة وتستحضر التاريخ الغني لحضارة البحرين الممتدة على مدى أكثر من خمسة آلاف عام وتعكس في الوقت ذاته واقع الاستقرار والازدهار الذي تشهده المملكة والتطلع إلى المستقبل وتعكس استدامة النهج التعاوني لجميع مقومات السياحة في مملكة البحرين وتبادل المعرفة وصنع إرث مستدام للمملكة ترجمة نانسي قنقر